استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك بالعاصمة عدن المنسق المقيمة لشؤون الإنسانية ديفيدا لتوديعه بمناسبة اندهافترة عمله في اليمن وأشهد بن مبارك بالجهود التي بذلها السيد ديفيدا وفريق عمله وخاصة ما تحقق من نجاح في معالجة قضية خزان صافر وتجنيب اليمن والمنطقة خطر كارثة بيئية وإنسانية كبرى وخلال ذلك جرى مناقشة عدد من القضايا الإنسانية ومن أهمها قضية التعامل مع للغامة وفق السياسة وطنية ورقابية تضمن ديمومية هذا النشاط الإنساني لإزالة الخطر الذي تسببت به مليشيا الحوثي وتطرق اللقاء ليهمية دعم الحكومة اليمنية للتعامل مع قضية النزوح الداخلي جراء انتهاكات مليشيا الحوثي والمهاجرين من القرن الأفريقي وتحسين وضعهم ومواجهة متطلباتهم واحتياجاتهم اشتركوا في القناة